شهر جديد من المعارك في السودان لكن تلوح في الأفق هذه المرة بوادر حل محتمل ففي إعلان مفاجئ من شأنه أن يخرج البلد من عنق الزجاجة تقدم مجلس السيادة السوداني بخارطة طريق تقوم على وقف فوري للقتال وتجهين حوار شامل يؤسس لمرحلة انتقالية تبدأ خارطة الطريق بالتوصل لوقف إطلاق نعر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة ويعقب ذلك بداية العملية الإنسانية بإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين في المناطق المتضررة من الحرب كما سنقوم بالتركيز أيضا على ضمان حياة طبيعية بقدر الإمكان للمواطنين السودانيين ستعقب هذه الخطوات الشروع في تصميم عملية سياسية شاملة تضم جميع القوى السياسية المدنية الراقبة والمهتمة بتأسيس الدولة السودانية تنتقل الكرة إلى ملعب قوات الدعم السريع التي دعاها نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار إلى النظر بعين المسؤولية إلى التطورات الحاصلة مؤكدا أنه لا مكان لجيشين في دولة واحدة رغم تجربة بلادنا للحروب الأحلية والنزاعات المسلحة في مناطق عديدة من السودان إلا أن حدة الانتحاكات والجرائم ضد المدنيين لم تبلغ مبلغ انتحاكات قواتكم فأناشدكم مرة أخرى لكفة يد قواتكم عن المواطنين والمواطنات وترك الغلواء ولا تأخذكم العزة بالاسم وأنتقوا أنه لا وجود لجيشين في دولة واحدة ولعل أبرز بنود خارطة الطريق التي عرضها عقار هي إجراء الانتخابات على أساس الدستور وتشكيل حكومة انتقالية وتحديد مواقع لقوات الدعم السريع خارج المناطق السكانية محاولة عقار لتهيئة مناخ للمحادثات دفعته للقول بأن الوضع في السودان يجعل تشكيل حكومة تصريف شؤون الدولة أمرا ضروريا وألحق القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الدمار بالعاصمة الخرطوم كما تسبب في وقوع هجمات بدوافع عرقية في دارفور وذاك ما يهدد بإدخال السودان في حرب أهلية طويلة الأمد ترجمة نانسي قنقر